موسيقى الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ويواجه بإقامة شبكة طرق جديدة لربط المشروع مع المحاور الرئيسية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء وآخر بشأن منح تيسيرات المصريين المقيمين بالخارج وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا غيرت موازين القوى في مواجهة روسيا التساعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاول الرئيسية وذلك في محيطه الجغرافي لاستيعاب حركة التنمية وتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر اتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستدبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالها متنوعة وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرف فاعل في معادلة الحضارة المصرية الملهمة وأن القيادة السياسية المصرية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي وهو من عكس على انخراطها في كافة مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد الفرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمنعقدة في رواندا وتمت مناقشة المسواة بين الرجال والنساء على مر التاريخ المصري العريق مثلت المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرفا أصيلا في معادلة الحضارة المصرية الملهمة للعالم بأسره وفي تدشينها الحالي للجمهورية الجديدة أبت الدولة المصرية إلا أن تحقق تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي قوي بالتوازي مع إجراءات ملموسة على أرض الواقع وذلك في ضوء إيمان القيادة السياسية المصرية بضرورة استغلال وشحن همم المرأة المصرية بما تمتلكه من جينات حضارية وفي هذا الإطار انعكس حرص الدولة المصرية على انخراط المرأة في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تميز بينها وبين الرجل على جميع الأصعضة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لتبدل وجهة النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر بهدف سيغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرية وخلال اجتماع للحكومة تم استعراض جانب من الاستعدادات التي تتم العقد المؤتمر الاقتصادي المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري كما أشر مدبولي إلى تشريف الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة متوجها بالتهنئة بهذه المناسبة إلى وزير الداخلية محمود توفيق وضباط الشرطة القدد كما تطرق مدبولي إلى افتتاح الدورة الرابعة من معرض تراثنا للحرف اليدوية وتراثية مؤكدا أن المعرض يعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع إلى مشروع قانون البشأن تقنيني أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بإحكام هذا القانون وكذا في حالات تغيير استخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بإحكام هذا القانون كما حدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح وكذلك اختصاصاتها وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وأوضح المجلس أن مشروع القانون ينص على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله شخصية معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وأشار المجلس أن ذلك يأتي مقابل سدد مبلغ نقضي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصلاح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة رقم ثمانية من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول نظام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم بالمولد النبوي الشريف وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف تأتي الاحتفالية في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية والوطنية داخل هذه المراكز كإحدى أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة لإصلاح المصارات الفكرية والسلوكية للنزلاء إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية من هذا المنطلق أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وسط النزلاء وبحضور ذويهم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وهي فرصة لإبراز مواهب النزلاء في الإنشاد الديني والوطني والتي تم إسقالها داخل المركز بواسطة نخبة من المختصين لأبهجني وأسعدني الحقيقة صحبة النزلات والنزلاء لأن فيهم ما شاء الله نواهب إخرجها في هذه الصورة الطيبة شيء أسعدني في الحقيقة هو ده كان البهج الأساسي مين اللي بيغني مين اللي بتغني الإنشاد اللي بيتقالوا قدري إحساسهم ومشاعرهم الاحتفالية تضمنت ندوة تثقيفية بحضور عدد من علماء الأزهر الذين حرصوا على إبراز سيرة النبي العطرة لتكون القدوة لهؤلاء النزلاء لتصحيح مفاهيم فكرية وسلوكية فمثل هذه الندوات تسهم في تقويمهم وتأهيلهم للعودة إلى مجتمعهم مرة أخرى صالحين له ولأنفسهم وهذا ما يحرص عليه قطاع الحماية المجتمعية من إقامة مثل تلك الندوات عليه للنبوة خاتم يلوح من الله ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الاحتفال بمولة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بعض بأخلاق سيدنا النبي وتأثير أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عودة الإنسان إلى الصورة التي ترضي الله تبارك وتعالى إعادة قيم الصدق الوفاء العمل العمران حتى يعود الإنسان إنسان جديد النادوة عظيمة جدا شفت تغيير بجد من النزلاء تغيير إيجابي عظيم جدا الندوات دي عظيمة في رفع الحالة المعنوية للنزلاء تجديد الثقة في أنفسهم رسالة عظيمة جدا بأنه لا تقنطوا من رحمة الله رسالة عظيمة جدا املأ قلبك بالأمل والعمل ولا تحزن أبدا رسالة عظيمة إن مصر بتحتويكم وحس بيكم ومنتظراكم أجواء روحانية سادت الاحتفالية مع تفاعل النزلاء مع المحاضرين والمنشدين والرغبة في التعلم والاستفادة وتصحيح الرؤى والمفاهيم فينا دوات دينية بتقام كل جمعة أو كل ثلاث بيجي شيخ من برة وبيرشدنا على أن نحن نبجو كويسين والناس تبجو كويسين ويعدل من شأن النزيل احنا تماما كنا وبشتين وبأهالينا لما قلنا النهاردة وكنا حسين ان احنا في بيوتنا في وسط أهالينا هذه الفعاليات الدينية والتثقافية تخرج إنسانا جديدا وترفع الوعي الديني وثقافي لديه لإعادته للمجتمع بصورة جديدة تساعد على التعايش والاندماج السريع في المجتمع وهذه هي أحد أسس السياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية والتي تؤكد على أن النزيل لا يعاقب على قرم مرتين بل يتم تهذيبه وإصلاحه ليعود للمجتمع إنسانا صالحا تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حد بالسلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 421 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 216 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 217 قضية حبز ناقص الوزن و212 قضية حبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 196 طن أكد سفير أسامة عبدالخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ ستشهد إطلاق مبادرة لاستدامة السلام تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة وخلال كلمتي في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن الدوليين قال سفير إن مصر تتطلع خلال رئاستها لقمة المناخ لمواجهة المساعي الجماعية لتحقيق النتائج الملموسة فيما يتعلق بتغير المناخ رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيطلق المبادرة التالية الردود المناخية لسدامة السلام وذلك لضماني أن الردود المناخية المتكاملة يمكن أن تساهم في سدامة السلام والتنمية بما يتمشى مع الملكية الوطنية والسياق المحدد لكل بلد وهذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة 2030 المستدامة وخطة 2063 للاتحاد الأفريقي وفي الختام نحن نتطلع إلى العمل في ظل رئاستنا لمؤتمر أطراف السابع وعشرين في 2022 لمواصلة المساعي الجماعية لتحقيق نتائج الملموسة فيما تعرضه تغير المناخ ولتحقيق التنمية المستدامة لبلداننا النامية مع ضماني سلامها وأمنها واستقرارها وازدهارها استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب سابع عشرين سايمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أشهد خلال اللقاء بمستوى التعاون بين مصر وسكرتيرية للتفاقية الإطارية لتغير المناخ مبرزا الهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعية وذلك بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية في هذا الإطار تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمشاركة من مختلف أنحاء العالم وذلك لمناقشة قضايا المناخ والتغير المناخي والحد كذلك من ظاهرة الاحتباس الحراري للمزيد من التفاصيل النمو لينا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ الزميل المراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من الممشى السياحي الجديد بداية أحمد مساء الخير وأهلا بك يعني ما هي آخر الاستعدادات وأرجو أن تنقل لنا وتضع المشاهد الكريم في الصورة من هذا المشهد السياحي الجديد وآخر ما وصل إليه أيضا من تطوير تحية لك مصطفى ودينا كما ذكرت من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ المدينة القدراء الصديقة للبيئة لم يتبقى سوى 24 يوما فقط على بداية هذا الحدث الدولي الضخم كوب 27 أو قمة المناخ التي تصدفها هنا مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر بما شئت الله تعالى بمشاركة الألاف من 197 دولة هذا المؤتمر أو هذه القمة المهمة التي يتم فيها مناقشة العديد من قضايا المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري بداية مصطفى الاستعدادات أصبحت على وشك الانتهاء بشكل كبير إذا تحدثنا عن الممشى السياحي الذي تواجد فيه حاليا وهو بطول 6 كيلو متر ملامحه أصبحت انتهت بشكل كبير ومن المقرر أن تتسلم المحافظة هذه المشروعات خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر هذا الممشى السياحي الجديد الذي تم إنشاؤه أيضاً يكون بالتوازي مع الممشى السياحي لخليج نعمة كان قديماً مصطفى خليج نعمة أو ممشى خليج نعمة هو الممشى الوحيد هنا في مدينة شرم الشيخ ولكن تم إنشاء هذا الممشى ليكون أيضاً متنفساً لزوار مدينة شرم الشيخ مدينة السلام هذا الممشى السياحي يوفر الألاف من فرص العمل للشباب على جانبي هذا الممشى الذي يتواجد على جانبي طريق السلام وهو أحد الطرق المهمة هنا في مدينة شرم الشيخ يتواجد في هذا الممشى العديد من المحال التجارية والبزارات والكافيهات وأيضاً يوجد ممشى لركوب الدرجات بالتالي مصطفى أصبحت مدينة شرم الشيخ بالفعل هي مدينة صديقة للبيئة سواء من المستطحات الخضراء التي انتشرت بشكل كبير وكن اليوم أيضاً في الحديقة المركزية التي تقام على مساحة 40 فدان هذه المستطحات الخضراء الكبيرة التي تعكس مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء وصديقة للبيئة بالإضافة إلى هذا أيضاً نلاحظ منظومة النقل الزكي التي أيضاً تشهدها مدينة شرم الشيخ يوجد أوتوبيسات زكية وصديقة للبيئة تعمل بيئة الكهرباء وأيضاً تعمل بالغاز الطبيعي نحن نتحدث عن 260 أوتوبيس وحافلة هناك 120 حافلة تعمل بيئة الغاز و140 حافلة تعمل بيئة الكهرباء هذه الحافلات وهذه الأتوبيسات التي تعمل سواء بالقهرباء أو بيئة الغاز نلاحظ أن فيها محطات شحن يوجد خمس محطات للغاز أوتوبيسات الغاز ومحطة واحدة للمحطات التي تعمل بيئة الكهرباء وهذه المحطة يمكنها أن تقوم بشحن 140 حافلة في نفس الوقت وهي أكبر محطة في الشرق الأوسط لشحن الحافلات الكهربائية بالتالي نحن نتحدث عن مدينة زكية مدينة صديقة للبيئة من حيث مسطحات الخضراء منظومة نقل زكي بالإضافة أيضا إلى التاكسي الزكي الذي أعلن عنه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مؤخرا أعلن عن وجود التاكسي الزكي ومنظومة جديدة إلكترونية أيضا للتاكسي الزكي ليتواجد أيضا تحت الطلب مع السائحين وزوار هذه المدينة هذه القمة تعكس أهمية قبرى في السادس من نوفمبر القادم لإلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها تجاه الدول النامية التي هي أكثر تضررا بالأثار السلبية للتغيرات المناخية وبالتالي نحن في بصدد حدث دولي مهم جدا ننتظره بعد أيام والاستعدادات أصبحت على وشك الانتهاء أيام قليلة وتتسلم محافظة جنوب سيناء كافة هذه المشروعات التي يتم تنفيذها على قدم وصاق وأشير أيضا مصطفى في هذه النقطة أننا إذا نزلنا إلى شوارع مدينة شرم الشيخ نهارا وبعد ذلك نزلنا في الليل نلاحظ أن هناك تغير واختلاف ترأى في الفترة من فترة الصباح وحتى فترة المساء وبالتالي الأعمال تسير بشكل إنجاز كبير جدا وكل ساعة يوجد متغير ويوجد جديد هنا في ملامح وشوارع مدينة شرم الشيخ عليك مصطفى ودينة بالفعل أحمد هي مدينة تعبر عن السلام وتعبر أيضا عن الطموح وتعبر أيضا عن ما تفزله الدولة المصرية من إجراءات لاستقبال هذا الحدث الكبير وهذا المؤتمر العالمي والذي يكون بمشاركة أممية ومشاركة معظم دول العالم لأنه حدث يشغل ويهم من على سكان الأرض أو من على كوكب الأرض جميعا كل الشكر والتقدير لك زميلي أحمد الحسيني من الممشأ السياحي الجديد شكرا جزيلا لك على عرض هذه الصورة ونقل هذه الصورة الحية مباشرة من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ شكرا أحمد رحبت مصر بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وأعربت الخارجية في بيان لها عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من مورده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد وترسيخ المزيد من أطري ومجالات التعاون في منطقة المتوسط كما جددت الخارجية تأكيدها على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيدة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلا تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال الرئيس الأوكراني فولودامير زيلانسكي إن زيادة الدعم المالي من المنحين الدوليين سيساعد في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بشكل أسرع وأشر زيلانسكي في خطاب عبر الإنترنت إلى منتدى رفيع المستوى خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إلى حاجة بلاده إلى 38 مليار دولار لسد العجز التقدري في الميزانية العام المقبل مؤكدا أنه حال زيادة المساعدات لأوكرانيا فإن هذه الحرب لن تمتد إلى بلدان أخرى دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يعود إلى طاولة المفاوضات من جديد وضف ماكرون أن على بوتين أن يوقف هذه العملية العسكرية على كييف ويضمن وحدة أراضي أوكرانيا مؤكدا أنه لا يريد اندلاع حرب عالمية في الوقت نفسه شددت مجموعة السابع على أنها ستواصل دعم أوكرانيا مدام ذلك ضروريا أكد وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن أن الأسلحة التي تم تقديمها لأوكرانيا غيرت موازين القوى في المواجهة مع روسيا مشددا في الوقت زاده على مواصلة العمل مع الحلفاء لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال اجتماع وزراء دفاع هلف الناتو أشار وزير الدفاع إلى أن واشنطن تبحث طرق تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الغربية وأن كيف بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى نحو لفاءنا وشركاءنا لأيضا يسهرون على أن يبقوا مع أوكرانيا ومع تطور هذا النزاع فإن مهمة المجموعة أيضا قد تطورت إذن هذا يشدد على رؤيتنا وأيضا مساندتنا لأوكرانيا في حاجتها للدفاع عن أراضيها في الأيام والأشهر المقبلة لقد تحدثنا عن طرق لفعل أشياء أكثر لنشجع أو لندعم القوات الأوكرانية وليعملوا بالقدرات الجديدة التي لديهم كما أننا نعمل لأن ننتج أكثر ونسرع في إنتاج المعدات الدفاعية لنسد حاجيات أوكرانيا أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطية نايتو يانس ستولنتبرغ في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف أن الأولوية الآن هي لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وقال ستولنتبرغ أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية على مختلف أنحاء البلاد اتهم رئيس الروسي بلادمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء تدمير قسر القرم واصفا بذلك بالعمل الإرهابي وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روسيا أكد بوتين أن تحديد صقف لأسعار النفط يعد تهديد لرفاهية مليارات الأشخاص مشيرا إلى أن روسيا ستبقى على معدلات التصدير وإنتاج النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025 النظام في كييف يستخدم أمالا إرهابية ويقوم باختيارات سياسية ويقوم بتمشيط لمدنيه ويعرضون على الإنترنت ويدركون على مفتعل خطا وبعدها يعذفون الفيديو الذي نشره وهناك أيضا إرهاب نووي حيث يقومون بقصف محطة زبروجة نووية وأيضا يقومون يحاولون قيام بعمل إرهابية في كورسكا الروسية ويريدون أيضا تدمير السيل التركي كل هذه الأفعال موثقة ومؤكدة محطة زبروجة نووية أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعولوا على فرض صقف على أسعار النفط الروسية للمساعدة في خفض عوائد روسيا مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق عقوبات ثانوية على من يشترون النفط الروسية من ناحية أخرى خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 للمرة الرابعة منذ إبريل الماضي وقلصت أيضا أركام العام المقبل وعزت ذلك إلى تبطئي الاقتصادات وعودت إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفع تضخم وقالت منظمة البلدان المصدرة للفترول أوبك في تقرير شهري أن الطلب على النفط سيرتفع واثنين واربع وستين مليون برميل يوميا في عام 2022 بانخفاض أربعمائة وستين ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر وسط صعود قوي في تكاليف الخدمات والسلع الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل كبير لبعض الوقت هذا وقد أوضحت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع هو الآخر بنسبة أربعة من عشر بالمئة في الشهر الماضي وعلى مدار الاثنية عشر شهر حتى سبتمبر ارتفع المؤشر بنسبة ثمانية ونصف بالمئة بعد أن صعد بنسبة ثمانية وسبعة من عشر بالمئة في أغسطس أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن بلاده ستشهد ركودا اقتصاديا معتبرا أنه في حال حصل هذا الأمر فإن هذا ركود سيكون طفيفا جدا ويأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم ركودا بعيدا عن الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي إلى المصارف المركزية للتحرك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف هذا وأكد صندوق النقد في تقرير أنه يهدف أو بهدف مواجهة التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانيات القرن الماضي والذي يخشى أن يصبح راسخا على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 12% نقطة مئوية إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 بنسبة 2.9% هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام القادم ركوداً اقتصادياً سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم في أحدث توقعاته الخاصة بأفاق الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وسط ضغوط متداخلة من الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار التاقة والغذاء والتضخم فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد محذراً من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل الصندوق توقع أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية في واشنطن بالحضور الشخصية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ ثلاث سنوات وخلال الاجتماعات السنوية أشار صندوق النقد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل سيتبطأ إلى 2.7% مقارنة بتوقعات بلغت 2.9% في يوليو الصندوق أبقى كذلك على توقعاته لنمو لعام 2022 عند ثلاثة واثنين من عشرة بالمئة مما يعكس إنتاجاً أقوى من المتوقع في أوروبا ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة بعد نمو عالمي نسبته 6% في عام 2021 في غضون ذلك حض صندوق النقد الدولي المصارف المركزية على التحارك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف وذلك في تقرير للهيئة يصلت الضوء على أوضاع ضبابية على صعيد الاستقرار المالية وتواجه الأسواق المالية ضغوطاً في حين يتجنب المستثمرون المخاطرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ذلك أعرب الصندوق عن قلقه أيضاً من التعثر في القطاعات العقارية في دول عدة ما يثير القلق من انتداد هذه الصعبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام الصندوق صلت الضوء كذلك على الصعبات المتزايدة التي تواجهها الدول النشئة أو ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار بسبب التضخم أغلق أحد خطي أنابيب دروكبا النفطياتين والدين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تصرب في بولندا أوضحت الشركة المشاغلة أن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الراهن مشيرة إلى أن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي من جانبها رجحت بولندا أن لا يكون وراء التصرب النفطي أي عمل تخريبي ويعمل خط الأنابيب دروكبا الذي يعد واحد من أكبر خطوط الأنابيب في العالم منذ بداية التسعينيات وينقل الخط الأول النفط إلى مصاف التكرير في بولندا وألمانيا بينما ينقل الخط الثاني النفط الروسي إلى الماجر وسولوفيكيا والتشيك تشارك جامعة جنوب الوادي في أنشطة مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها حيث قدمت الخدمات لعلاجية إلى 68363 مواطنا من خلال 111 قافلة طبية بشرية ضمن 356 قافلة نظمتها الجامعة في مجالات متعددة منها القوافل البيطرية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية وقوافل الإبداع الفني وتوعية بمخاطر الإدمان وقوافل رياضية كما نظمت جامعة جنوب الوادي فعاليات ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي نظمتها المؤسسة مؤسسة حياة كريمة وأسهمت الجامعة في محو أمية ما يزيد عن 32 ألف مواطن من خلال مشاركة طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبر الندوة الهدف منها رفع الوعي بأنشطة وفعاليات هذه المبادرة التنموية الأضخم مبادرة فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة في الريف المصري ودعم القرى المصرية يمكن المبادرة كما أسلفت أو كما أقول دائما أنها هي المبادرة الأضخم على مستوى العالم ليس كذا هو الحديث إنما هو حديث المؤسسات الأممية المعنية في تصنيف المبادرات الندوات دي كان هدف منها رئيسية وتوعية الشباب بالجهود التنموية والشبابية اللي بتنفذها المبادرة الرئيسية داخل الجمهورية وتحديدا في محافظتنا في محافظتنا تحديدا لو احنا هتكلم عن المبادرة الرئيسية المشروعات اللي تمت فيها فاحنا شغالين في المرحلة الأولى دلوقتي على خمس مراك الندوة أكثر من رائعة والولادة تعرفوا من خلالها على مشروعات حياة كريمة في داخل محافظة جنة وطبعا ده كان ليه تأثير إيجابي وكانت فيه تفاعل مع طلابه وطبعا حيبقى فيه زيارات إن شاء الله يوم عشرين عشر الشهر دوت لمشروعات حياة كريمة في داخل مركز جوز في محافظة جنة استفدت أني عرفت أكثر عن المشروعات اللي بتحصل في الدولة في الفترة الأخيرة وطبعا بمجهود ومساهمة حياة مؤسسة حياة كريمة طبعا في الفترة الأخيرة عملت نشاط هايل في تطوير القرى وتطوير المباني وتطوير حاجات كثيرة في الدولة استفدت من المبادرة أنها عملت حاجات كثيرة في الصعيد وأول ما هو اللي بتحصل هنا في إنا واستفدنا أنه كمان عمل حاسن من الطرق وعمل صرف صحي وعمل مدارس وساعة البيوت والناس محتاجين جدا واستفدنا منها حاجة كبيرة أول وأول ما هو اللي بتحصل هنا تكلمنا عن المؤسسة الكريمة والمبادرة وإحنا بنعمل إيه ونشتغل إزاي كمان دعنام لهم يبقوا متطوعين معنا ويشاركوا معنا مشروعات المؤسسة ولينا منهم ترحيب كبير جدا وإن شاء الله يكونوا نواب وجزء كبير من شغلنا كمؤسسة في الشغل الميداني اللي احنا بنعمله استضافت جامعة كفر الشيخ فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية أرضى ندوة تسقفية توعوية لمؤسسة حياة كريمة لجمعة كفر الشيخ طلاب وطالبات جمعة كفر الشيخ وأعضاء تديسه المعاونة وأنا سعيد جدا بإنعقاط هذه الندوة في رحاب جامعة كفر الشيخ وسعيد بالتواجد الكبير لأبناء أبناء طلاب والطالبات والسادة عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هذه التدريس والإداريين الحياة كله متشوق أنه يتطوع في العمل في المبادرة العظيمة حياة كريمة اللي أطلقها في خامة رئيس عفتاح السيسي في 2019 اللي بتستهدف تنمية الريف المصري نحن النهاردة متواجدين في ندوة مع طلابنا الأعزاء في جامعة كفر الشيخ بنبرز لهم دور مؤسسة مجتمع دور مؤسسة حياة كريمة ودور مبادرة حياة كريمة في النهود بالريف المصري وتطويره وحس الطلاب على التطوع بما أن أحد الضيوف أن التطوع فرد فهو فعلا تطوع فرد وزكاء عن الصحة وخيره ما نستثمر به أو نتطوع فيه والمشاريع والخير من حصن حظنا في محافظة كفر الشيخ أن المبادرة موجودة عندنا في مركز مطوبس المركز اللي كان يعد بقرة من بقر الهجرة الريف الشرعية مش في كفر الشيخ بس ده على مستوى الجمهورية المبادرة اللي بدأت من نهاردة تقلل مستويات الهجرة الريف الشرعية بشكل كبير جدا لأن الناس بدأت تحس أن الاحتجاجات الأساسية بتاعتها متوفرة بشكل أساسي بعدما كان فيه مشكلة في الصرف الصحي مشكلة في المياه ومشكلة في الكهرباء مشكلة في البنية التحتية مدارس مستشفيات وحدات صحية كل ده اتوفر أنا النهاردة متطوع في حياة كريمة بسبب كلام الدكتور في الناد والتسكفية عن قدقية حياة كريمة بتساعد الناس اللي هي محتاجة فأنا حبيت أن أكون جزء من حياة كريمة عشان أنزل وساعد الناس وإن شاء الله بإذن الله هاخد كشف من دكتور إسلام طهو وأجمع الناس المحتاجة فعلاً وإنها تستحق أنها تساعد وبإذن الله نساعدهم أولاً بينزل لنا كاراتين وبعض الأغذية بتنزل للناس المحتاجة فإحنا بنعمل الاستبيان بيبقى معناها استبيان إن إحنا بنعرف مين الناس المحتاجة دي فإحنا بنقدر نوصل لهم هذي الكاراتين دي تمام؟ وتاني حاجة كان من قريب خالص اللي هي المدارس طبعاً دخلت المدارس علينا كان نازل لنا دفع من الشنط إحنا برضو عملنا استبيان للناس اللي هم المحتاجين يدرنا نوصل لهم للأطفال عشان يدخل على لبهم الفرحة والسعادة واصلت الفرق الطبية بالهيئة العامة لرعاية الصحية للمشاركة أو المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السماع للأطفال حديث الولادة بمحافظة الأقصر واصلت العمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السماع للأطفال ضمن خطة المبادرة بجميع مراكز المحافظة أصفرت أعمال المبادرة عن فحص أكثر من 12 ألف طفل حديث الولادة من عمر يوم إلى 28 يوم حتى الآن وذلك من خلال الأجهزة السماعية بالمبادرة الرئاسية نحن عندنا 49 وحدة ومركز بيقدموا الفحص المبدئي للأطفال الصغيرين الحديث الولادة للاكتشاف المبكر لمشاكل السماع عندنا 34 وحدة ومركز تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بلوسر وعندنا 15 تابعين لمدرية الشؤون الصحية أي طفل في محافظة لوسر بيتولد قبل ما يتعملوا أي تطعيم أو أي عينات غضة درقية أو أي شيء لازم يتعملوا حاجة اسمها لإنبعاث الصوتي بموجب هذا الاختبار بنحدد الطفل ده سليم كوظيفة السماع عنده ولا مش سليم إحنا حاليا بنوفر أو متوفر عندنا خدمة الكشف المبكر مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السماع حديث الأطفال حديثي الولادة ندعو كل المنتفعين بالتوجه إلى أقرب وحدة أو مركز للكشف المبكر عن ضعف السماع لحديثي الولادة وده اللي تأتي من ضمن المبادرات الرئاسية شهدت محافظة البحيرة لقاء جمهريا موسعا ضمن الفعاليات الجمهرية التي دعا لها الحوار الوطني وتوافد الألاف من مواطني محافظة البحيرة إلى قاعدة مبارك بمدينة دامنهور للمشاركة في أولى اللقاءات الجمهرية بمحافظة البحيرة ضمن الجوالات التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي في محافظات الجمهورية وقد شارك في هذا اللقاء مواطنون من كافة مراكز وكرة محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والأمور ذات الأولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس أمناء الحوار الوطنية اجتمع محافظة جنوب سيناء خالد فودا مع نائب سفير ألمانيا الاتحادية والوزير المفاوض تلمان هوخ موللو وخلال الاجتماع قدم محافظة جنوب سيناء شرحا وافيا لاستعدادات مدينة شرم الشيخ للمؤتمر القادم مؤتمر المناخ وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة وتوسعة الطرق ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطار وقاعة المؤتمرات الدولية والفنادق وتحول مدينة شرم الشيخ للون الأخضر عن طريق العمل بطاقة الشمسية ووسائل النقل الذكية من جانبه أبدى نائب سفير ألمانيا سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد المدينة العالمية وخلال أسابيع قليلة سوف تكون محطا لأنظار العالم كله النهاردة بتستقبل مدينة شرم الشيخ أحد ضيوفها قائم بأعمال السفارة الألمانية ومعه وافت من السفارة ومعروف سبب الزيارة دي طبعا أن هما بيجوا بتعرفوا على المدينة وإذا كان في رولز معينة بنرد على استفساراتهم بنجاوب عليها يعني طبعا عموما هما مرحب بيهم في مدينة شرم الشيخ وبنسعد بوجودهم معنا وده مش أول وافد ييجي إحنا بنقول إن إحنا بكده استقبلنا مالا كله عن 60 وافد من معظم الصفارات الأجنبية الموجودة في كايرة لتوضيح السورة وإذا كان في أسئلة بنرد عليه من يتضع ثقلا كبيرا في نجاح هذا المؤتمر وسيرافق الوافد الألماني وترقصه المستشار الألماني كما ستتواجد أيضا أثناء المؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية مع وفد من حوالي 50 فرد من الوزرات والبرلمان الألماني شارك وزير التنمية المحلية هشام آمنة في افتتاح أعمال مؤتمر قمة المدن والحكومات العالمية في دورتها السابعة والذي عقد في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية وذلك بمشاركة السيد جون سيوكيول رئيس كوريا الجنوبية وأشار الوزير إلى أن فعالية المؤتمر أكدت أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية كما أكد المؤتمر تطلع المشاركين في قمة المدن والحكومات إلى أن يشمل مؤتمر المناخ القادم بمصر عقدة وتنظيم منتدى لبحث دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع أسعار الطاقة والغداء على هامشي مؤتمر قمة المدن بكوريا الجنوبية وقع وزير التنمية المحلية هشام أمن مع السيد ليسان جماين وزير الأمن والسلام الداخلية بكوريا الجنوبية والمعني بملف التنمية المحلية وقع المذاكرة التفاهم بين البلدين وتتضمن مذاكرة التفاهم التعاون المشارك بين البلدين في مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية المحلية كما تتضمن المذكرة لاستفادة من إحدى المؤسسات المعنية بتطوير الريف الكوري التي تعد أحد نماذج التنمية الريفية العالمية بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في تبادل الخبرات مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار التوجيهة الرئاسية نظمت محافظة الغربية مؤتمرا للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية بالمركز الثقافي بطنطا بحضور محافظة الغربية ومحافظة كفر الشيخ والمنوفية وذلك لإعلان المشروعات الفائزة وأكد محافظة الغربية طرق رحمي أن تنظيم المؤتمر لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذاكية استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناقب 27 مشيرا إلى أن الغربية حققت المركز الأول على مستوى المحافظات وبالك من خلال تقديم 1200 و77 مشروعا تم اختياره 148 وأعقبها اختياره 6 مشروعات فائزة محافظة الغربية بحمد الله يعني قدمت أكثر عدد من المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الذاكية وده يمكن بسبب أن احنا مجرد ما وزارة التخطيط أطلقت المبادرة عملنا خطة إعلامية كبيرة جدا على المواقع الإلكترونية وعلى شاشات في الشوارع وروحنا للتجمعات اللي فيها الشباب زي الجامعة زي المدارس زي مراكز الشباب زي المجلس القومي للمرأة ودول كانوا متحمسين جدا وقدموا عدد كبير جدا من المشروعات زي ما قلت الحدرك وصل 1277 مشروع ابتدنا نختزل المشروعات وناخد المشروعات المتكاملة نزلوا 148 ثم صفناهم ل36 مشروع وكان يمكن زي ما قلت في المؤتمر حيرة كبيرة جدا نحن ازاي نفاضل ما بين مشروعات عظيمة وكلها لها أفكار ابتكارية الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نوصل لست مشروعات يمثلوا المحافظة مشروع لكل يعني محور من محاور المبادرة فكرة المشروع عندنا هي إعادة تدوير المخالفات الزراعية والمخالفات العضوية باستخدام تكنولوجيا البيو جاز عندنا بالنسبة لوحدات البيو جاز الفكرة عندنا نبع من مشكلة وهي تراكم المخالفات الزراعية في المحافظة محافظة الغربية طبعا هي محافظة لها نتاج زراعي كبير بالإضافة انها لها برضو صاروا عدد من رؤوس الموايش كبير فالناتج من رؤوس الموايش دي برضو مخالفات حيوانية كبيرة برضو زي المخالفات الزراعية احنا فكرنا فكرة المشروع ان وحدات البيو جاز دي هي إعادة تدوير المخالفات الزراعية والمخالفات الحيوانية المتراكمة في محافظة الغربية للأسف الشديد ان بيتم تخلص منها اما بحركها او بيلكها في الطرحة والمصارف احنا في البداية احنا مجموعة من الطالبة من كلية الهندسة جامعة المنوفية بدأنا في سنة 2018 كنا بنصنع عربيات فورملا وبنشارك بيها في مسابقة فورملا ستيودنت في انجلترا بداية من سنة 2019 اتجهت مصر مبادرة 2030 لتصنيع العربية الكهرباء في مصر بدأنا نحن نوكب المبادرة دي وبدأنا نسمع عربيات كهرباء بنشارك بيها في مسابقة ايفر ايجيبت الحمد لله كل سنة بنحقق مراكز متقدمة المشروع بتاع اسمه سايرة المستشفيات هتساعد لي التغير المناخ الاهداف او المشاكل البرش كده بيواجهه ان طبعا كان في فترة كورونا في الايام اللي كان فيها فيروس وكده وكان فيه طبعا امراض معدية كتير فكان فيه طبعا انتقال الفيروس عن طريق التوتشينج عن دفريكشن وكان فيه انكريز في البرستيلش بتاعة الضائب بيبل وكان فيه نسب عالية جدا في الناس اللي بتتوفى والان وقفة مع اخبار المال والاعمال اخبار المال والاعمال تستعرضها لنا الزميلة دينا شرف اليك دي شكرا لك مصطفى شكرا لك دينا والان نعدنا مع اخبار المال والاعمال محليا وعالميا صلت تقرير جديد صادر عن الامم المتحدة على التقدم الذي احرزته مصر في مجال الطاقة المتجددة واضف التقرير الاممي ان استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي اطلقتها الحكومة عام 2015 تهدف الى ضمان الامداد والامن والمستدام للطاقة في مصر وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واضح التقرير الاممي ان الحكومة المصرية وضعت اهداف للطاقة المتجددة تستهدف 20% من قطع الكهرباء بحلول عام 2022 وبنسبة 42% بحلول عام 2035 حيث من المنتظر تحقيق ذلك من خلال اثمارات جديدة وذلك عبر اعادة تأهيل برامج التشغيل في قطع الطاقة في الوقت الذي تتزايد في ضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع توقعات بشأن معدلات النمو اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعيتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وفي هذا الاطار نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا معنوماتيا يسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض توقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات النمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6% مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الأقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023 وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بدغوط مبيعات المتعامل الأجانب وسط تداولات متوسطة وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه لغلق عند مستوى 683 مليارا وتسعمائة مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إيجي إكس سيرتي عند مستوى 9867 نقطة لينخفض بنسبة 67 من 100 بالمئة ويغلق عند مستوى 9800 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس سابنتي عند مستوى 2153 نقطة لغلق منخفضاً بنسبة 1.51% عند مستوى 2211 نقطة وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3083 نقطة منخفضاً بنسبة 1.35% لغلق عند مستوى 3041 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدر الأمريكية 19 جنيه و 62 قرشاً للشراء و 19 جنيه و 73 قرشاً للبيع اليورو سجل 19 جنيه و 5 قروش للشراء و 19 جنيه و 16 قرشاً للبيع الجنيه الاستليني سجل 21 جنيه و 70 قرشاً للشراء و 21 جنيه و 82 قرشاً للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيه و 34 قرشاً للشراء و 5 جنيه و 37 قرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودي سجل 5 جنيه و 22 قرشاً للشراء و 5 جنيه و 25 قرشاً للبيع تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج في ختام التعاملات حيث أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت 5 أيام مع ارتفاع أسعار النفط وعلى الرغم من مين المتثمنين إلى الحضر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية صعد المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 3 من 10% منهياً خسائر استمرت 5 جلسات وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي بدبي على ارتفاع 2 من 10% وفي أبوظبي تراجع مؤشر 2 من 10% ختم أخبار اقتصاد وعودة المرة أخرى إلى دينا ومصطفى إليكم شكراً جزيلاً دينا على هذا العرض أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أنه يمكن للعمل المناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 ترليون دولار أمريكية بحلول عام 2030 وشدد جوتيريش في هذا الموضوع على ضرورة زيادة الإمدادات من المصادر منخفضة الانبعاثات بمقدار الضعف أو أكثر التحول للطاقة النظيفة لم يعد رفاهية فالكوارث الطبعية تضرب هنا وهناك وسطح الأرض بات أكثر اشتعالاً الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 للحد من ظاهرة الاحترار المناخية مشيرة إلى أن التداعيات الأخيرة على سوق الطاقة قد تسمح بتسريع عملية الانتقال للطاقة النظيفة تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن قطاع الطاقة المتسبب الرئيسي في الانبعاثات الضارة بات هو نفسه عرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية وذلك بسبب تأثيرها على مصادر الطاقة المتجددة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوضحت أنه إذا لم يسارع العالم إلى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لإبطاء أزمة المناخ فإن الأحوال الجوية القصوى ستعرض أمن طاقتنا للخطر وقد تعرض إمداداتنا من الطاقة المتجددة للتعديد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالس حثر من أن تحقيق الهدف بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 لن يكون ممكناً إلا في حال ضعفنا إمدادات الكهرباء المنخفضة لانبعاثات خلال السنوات الثامن المقبلة كما أشار أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن معظم بلدان العالم متأخرة في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالطاقة المتجددة لافتاً إلى تنفيذ 50% فقط من التزامات الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030 وذلك ما يؤثر سلباً على أهداف اتفاق باريس للمناخ وعن آخر أخبار الكرة والملاعب محلياً وعالمياً في نشرة التسعة مع دينا شرف إليك دينا شكراً لك دينا شكراً لك مصطفى والآن معدنا مع أخبار الرياضة تأهل الأهلي إلى نصف نهاء البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة حالياً في الكويت بعد فوز كبير على جهراء كويتي بفرق 39 نقطة وأتغلب الأهلي على جهراء بنتيجته 93-54 في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد بدولة الكويت ضمن مباريات ربع نهاء البطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها الرابعة والثلاثين وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع قادمة الكويتي في نصف نهاء البطولة وستقام مباراة نصف نهاء يوم الجمعة المقبل حسم نادي نابول الإيطالي تأهلوا رسمياً إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الذي حققوا على آيكس الهولندي بأربعة أهداف لهدفين وبهذه النتيجة يرفع نابول رصيد إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما يحتل آيكس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وفي الجولة نفسها سقط فريق أتليكو مادريد الإسباني في فخ التعادل السلبية أمام كلاب بروغ البلجيكي واستحوز لعب الفريق الإسباني على الكرة استحوازاً كاملاً وشكلوا عدداً هائلاً من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى كلاب بروغ وحاول لعب أتليكو مادريد تسجيل هدف التقدم ونجحوا في ذلك في الدقيقة السابعة والأربعين لكنه ألغي بداع التسلل انطلقت اليوم مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دور أبطال أوروبا وفي أبرز مواجهات اليوم حيث يتقدم الآن برشنون الإسباني على انتر ميلان إيطالي بهدف دون رد بينما يتعادى لليفربول الإنجليزي مع فريق جالاسكو رينجورز الأسكتلندي بهدف لكل منهما كما يتقدم بايرام يونيغ الألماني على فيكتوريا بلزنشيكي بأربعة أهداف دون مقابل ختموا أخبار رياضة وشكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى دينا ومصطفى إليكم شكرا لك دينا طلق صاروخ الفضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار صناعية أمرا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أن صاروخ أبسلون طلق أمرا بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني مشكلة تنت تحول دون تحليقه بأمان وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ عام 2003 وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية أحوال الطقس والأحوال الجوية تستعرضه لنا من جديد دينا إليك دينا شكرا لك مصطفى شكرا لك دينا والآن معدنا مع أخبار الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا للخميس تقسم وتدل الحرارة نهارا على قهرة الكبرى والوجي البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ماء للحرارة على جنوب سيناء حارة على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل ماء للبرودة في آخره على كافة الأنحاء وفيما يلو بأينا درجات الحرارة متوقعة غدا على محافظتي ومدن الجمهورية ونبدأها من القاهرة والعظمة 28 أصورة 21 أسكندرية 27 مطروح 27 19 بورسايد 27 22 الإسماعيلية 29 21 السويس 29 العريش 28 22 طابة 29 22 شرم الشيخ 31 23 الغردقة 32 الأقصر 33 21 أصوان 34 22 الوادي الجديد 32 21 شرلتين 33 24 وأخيرا حليب 31 25 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن نترككم أبرز لقطة في اليوم ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة لا تقوم بشكل فيه لا احبت احبت أحبت لا تطلب فيها مجال سيقال سيقال ترجمة نانسي قنقر من هذه اللقطة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التسعة ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العنوان الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ويوجه بإقامة شبكة طرق لربط المشروع مع المحاور الرئيسية مجلس الوزراء يوفق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء وآخر بشأن منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا غيرت موازين القوى في مواجهة روسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة